السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي الحلوين عاملين ايه اتمنى انكم تكونوا بخير وارجعنا لكم في حلقة جديدة من قصص لونة قصدنا النهاردة هتكون حوار ما بين سيدنا العباس ابن عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه انه احضقت نظر الى نبي صلى الله عليه وسلم فقال هل من حاجة يا عمني قال نعم لما رفعتك حليمة وانت ابن أربعين يوما رأيتك تخاطب القمر ويخاطبك بلغة لم افهمها قال يا عمني جرسني القمات في جانبي الايمن القمات هو حزام او قطعة من القماش يلفه بها الطفل عند الولادة فاردت ان ابكي فقال القمر لا تبكي يا حبيب الله فلو قطر من دموعك قطرة على الارض قلب الله الخضراء على الغبراء فزهل سيدنا العباس رضي الله تعالى عنها ثم فقال افأل ازيدك يا عمني قال نعم يا ابن اخي زدني قال ثم كرسني القمات من جانبي الايصر فهممت ان ابكي فقال القمر لا تبكي يا حبيب الله فلو وقع من دموعك قطرة على الارض لم تنشق عن خضراء الى يوم الكيامة فسكت شفقة على امتي فزهل سيدنا العباس وقال اكنت تعلم ذلك وانت ابن اربعين يوما قال يا عمي والذي نفسي بيده فقد كنت اسمع صرير القلم على اللوح المحفوظ وانا في ظلمة الاحشاء قال افأزيدك يا عمي قال نعم قال والذي نفسي بيده فقد خلق الله مائة واربعة وعشرون الف نبيا ما من نبي علم انه نبي حتى بلغى اشده وهو اربعون سنة الا عيسى عليه السلام فانه لما نزل من جوف امه قال اني عبد يا الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وابن اخي قال افأزيدك يا عمي قال نعم قال والذي نفسي بيده لقد خلق الله مائة واربعة وعشرون الف نبي ما من نبي علم انه نبي حتى بلغى اشده وهو اربعون سنة الا عيسى فانه لما نزل من جوف امه قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وابن اخي قال افأزيدك يا عمي قلت نعم قال لما ولدت يوم الاثنين خرق الله تعالى سبعة جبال في السماوات السبع وملأها ملائكة لا لا يحصيهم الا الله سبحانه وتعالى يصبحونه ويقدسونه الى يوم الكيامة وجعل سواب تزبيحهم وتقديسهم لعبد ذكرت عنده فحن قلبه شوقا لرؤيتي وله جلسانه بالصلاة عليه اللهم صلي وصلنا من على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واستنونا في الحلقة الجاية نعم السلامة